في الفيديو ده هنتكلم عن ثلاث أخبار مهمة لأصحاب المعاشات وهم حديث الساعة الخبر الأول موعد صرف المعاشات شهر ديسمبر 2021 وجداول الصرف الخبر الثاني حالات في قانون المعاشات الجديدة توقف الصرف وهم ست حالات الخبر الثالث المهندسين بتدريد زيادة المعاشات 20% اعتبارا من شهر 1-2022 أهلا بكم أدعوكم للاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد وكمان ما تنسوش تدعم المقطع بلايك مع نشرة إخبارية جديدة تضم العديد من الأخبار المهمة لأصحاب المعاشات بدأناها بالعنوين والآن دور التفاصيل الخبر الأول ست حالات في قانون المعاشات الجديد توقف الصرف نص قانون التعاملات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 والذي جرى إقراره مؤخرا على 6 حالات بيتم وقف الصرف المعاش فيها بواقع حالتين نصت عليهم المادة 103 ورقم 4 نصت عليها المادة 105 من القانون وفيما يلي التفاصيل حالات وقف صرف المعاش تنص المادة رقم 103 من قانون المعاشات على أن يوقف صرف المعاش المستحقة في الحالات الأثية واحد الالتحاق بأي عمل والحصول منه على دخل صافي يساوي قيمة المعاش أو يزيد عليه فإذا نقص الدخل عن المعاش صرف إليه الفرق في تاريخ التحاق بالعمل ثم في يناير من كل سنة وتحدد اللقيحة التنفيذية لهذا القانون المقصود بالدخل الصافي رقم 2 مزولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة بتزيد عن 5 سنين متصلة أو متقطعة ويعود الحق في صرف المعاش في حال تركم زولة هذه المهنة اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ ترك المهنة وتحدد اللقيحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط مزولة المهنة وفاة وزواج المستحقين بينما تنص المادة رقم 5 على أن يقطع معاش المستحقة من أول الشهر التالي للشهر الذي تتحقق فيه الحالات الآتية الحالة الأولى وفاة المستحق الحالة الثانية زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت الحالة الثالثة بلوغ الإبن أو الأخ سن الحادية والعشرين ويستسنى من ذلك الحالات الآتية الحالة الأولى العاجز عن الكذب حتى زوال حالة العجز الطالب حتى تاريخ التحاق بعمل أو مزولة مهنة أو تاريخ بلوغه سنة سادسة والعشرين أيهما أقرب الحاصل على مؤهل نهائي توافر شروط استحقاق معاش آخر بمراعاة أحكام المادتين رقم 103 و 104 من هذا القانون وتصرف للإبن أو الأخ في حالة قطع المعاش لغير الوفاة أو استحقاق معاش زوء أولوية أعلى وللإبن أو الأخت في حالة قطع المعاش للزواج منحة تساوي معاش سنة بحد أدنى مقدار 500 جنيه ولا تصرف هذا المنحة إلا لمرة واحدة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات صرف المنحة الخبر الثاني وهو موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2021 وجداول التقسيم التفاصيل موعد صرف معاشات شهر ديسمبر من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسبة مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل تزامنا مع نهاية شهر نوفمبر الجاني لذلك يستعرض الدستور في هذا الفيديو من خلال هذا التقرير موعد الصرف الذي اعتمدته هيئة التأمينات الاقتماعية والإجراءات لتفادي الوقاية عند الصرف من مكينات الـ ATM من تفادي انتشار دعوة فيروس كورونا وكبار أثن أما عن موعد صرف معاشات هذا الشهر أنهت كافة المنافذ التي خصصتها هيئة التأمينات الاجتماعية لصرف معاشات المتقاعدين عن العمل بسبب بلوغهم سن 60 من إجراءات الصرف حيث تبدأ غدا جميع منافذ الصرف من مكينات الصرف الآلي للبنوك ومكاتب البريد المنتشرة في المحافظات بالصرف وفقا للشرائح المالية حيث خصصت الفترة من 1 حتى 6 ديسمبر 2021 للصرف يأتي ذلك وفقا للخطة الوقائية التي اتخذتها الحكومة لمنع التكدس أثناء صرف المعاشات لعدم انتشار عدوة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 بين كبار السن خاصة وهم من أكثر الفئات تعرضا للإصابة بينما تعمل حاليا وزارة الصحة على إعطاهم جرعة سالسة تعزيزية من اللقاح لتقليل الأعراض في حال الإصابة الإجراءات الوقائية عند صرف المعاشات لتفادي فيروس كورونا أصدرت منظمة الصحة العالمية عدة نصائح يمكن اتباعها لتفادي انتشار الفيروس جدول مواعيد صرف المعاشات هذا الشهر وفقا للشرائح المالية التي تمت في السابق تم تخصيص يوم 1-12 و2-12 لصرف المعاشات الأقل من 1000 جنيه ويوم 3-12 و14 لصرف المعاشات الأكتر من 1000 جنيه وأقل من 2000 جنيه ويوم 15-16 لصرف المعاشات الأكتر من 2000 جنيه الخبر الثالث والأخير في النشرة وهو بعنوان المهندسين تدرس زيادة المعاشات بقيمة 20% اعتبارا من شهر يناير المقبل تفاصيل الخبر قالت النقابة العامة للمهندسين إن هيئة المكتب برئاسة النقيب المهندس هاني ضاحي أوصت بإمكانية زيادة المعاشات بنسبة 20% بدلا من 15% تبقى لنتائج الدراسة المقدمة اعتبارا من شهر يناير 2022 وعرض القرار على المجلس الأعلى للنقابة باجتماعه القادم أضافت النقابة العامة للمهندسين في بيان اليوم إن التوصية جاءت بناء على ما تم الاتفاق عليه بالجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين المنعقدة بتاريخ 25-11-2021 بشأن تفويض هيئة مكتب النقابة لدراسة مدى إمكانية تطبيق زيادة معاشات المهندسين بنسبة 20% بدلا من 15% وبعد اطلاع هيئة مكتب النقابة باجتماعها المنعقد يوم الاتنين الموافق 29-11-2021 على الدراسة المقدمة من أمانة الصندوق بشأن إمكانية تعديل النسبة لـ 20% بداية من شهر يناير 2022 طبقا لموقف السيولة المتاحة والإرادات المتوقعة كما أشار البيان إلى إن نقابة المهندسين قد عقتت جمعيتها العمومية بحضور كبير لم تشهده النقابة من قبل وخلال انعقاد الجمعية أعلنت النقابة عن فاء التاريخي بصندوق المعاشات تخطى 600 مليون جنيه إن أعجبك الفيديو عزيز المتابع يمكنك الآن الاشتراك بالقناة بالضغط على زر اشتراك الأحمر أسفل الفيديو وتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديد ولا تنسى دعم المقطع بلايك وإن كان عندك أي سفسار فتفضل كلمنا على صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مرفق رابط الصفحة أسفل كل فيديو شكرا لك على المشاهدة شكرا لك على المشاهدة